اهلا بكم تؤكد تقارير الصحفية العراقية واستطلاعات الرأي العام ان الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستجرى في شهر تشرين اول القادم ستكون نسخة طبق الاصل عن الانتخابات السابقة التي اجريت في العراق بعد العام 2003 فكل المعطيات الواقعية على الارض تشير الى ان الانتخابات القادمة لن تقدم اي شيء جديد في ترتيب المشهد السياسي الذي تمخض عن التسويات والصفقات المعروفة او حصول اي اختراق كبير لقلب المعادلة السياسية القائمة على المحاصصة والطائفية ما يعني عارة هيمنة القوى السياسية التقليدية على البرلمان الجديد وان كانت باشكال متعددة وتسميات مختلفة لتعود التحالفات السياسية نفسها التي تضمن بقاء قوى المعادلة السياسية ونفوذها الاقتصادي بطريقة جديدة تتلاءم مع الاوضاع والضغوط الشعبية خاصة ثورة تشرين وما فرضته من واقع جديد في ميزان القوى والتحالفات الانتخابات القادمة وقدرتها على احداث اختراق ما في المعادلة السياسية الطائفية الحالية وانجاز تغيير التغيير المأمول في الواقع العراقي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الاسئلة التالية هل ثمت معطيات جديدة ومختلفة في الواقع العراقي حتى يعلق انصار السلطة ومؤازروها كل هذه الامار العريضة على الانتخابات القادمة او يروجون حقيقة ولماذا بات الرأي العام العراقي لا يولي اي اهتمام لهذه الصياغات من الخطابات السياسية والاعلامية التي تتحدث عن التقويم والاصلاح والانقاذ وهل بيئة العراق السياسية الحالية التي تتسيدها الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد صالحة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومختلفة ولماذا يحمل البعض المقاطعة الشعبية المرجحة بقوة للانتخابات القادمة مسؤولية اي تغول جديد للميليشيات ومافيات الفساد والطائفية وهل فعلا ان القوى الوطنية والشعبية التي تتبنى خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة تسير بلا رؤية سياسية واقعية للحل والتغيير ضيف طاولة رافع الفلاحي اياد دليمي حامد الصرف قانون الانتخابات الجديد والظروف الحالية اكثر ما يدندن حوله رعاة العملية الانتخابية لايهام الشارع العراقي بانها ستكون مختلفة عن سابقاتها وستأتي بجديد في محاولة لاستعادة الدور الشعبي بعد ان قاطع انتخابات عام 2018 بنسبة تجاوزت 80% المرويجون لمسرحية الانتخابات يرون ان قانون الانتخابات الجديد سيزيد من عدد الدوائر الانتخابية ويعطي استقلالية للمدن والاقضية بحيث تتسع رقعة المشاركة من المرشحين كما انهم يتحدثون عن تغير في البيئة السياسية بتأثير الظروف الحالية وبالتالي سيكون التمثيل البرلماني أكثر قربا من متطلبات المواطن العراقي المراقب لسير الحراك الشعبي ضد العملية السياسية منذ انطلاق ثورة تشرين يرى اختلافا واسعا بين نظرة الأحزاب لأزمة الديمقراطية وبين نظرة الشارع العراقي لها فالأحزاب والكتل تحصر المشكلة بقانون انتخابات أو هيكلية شكلية بينما يتطلع العراقيون لأصل الأزمة المتمثلة بالنظام السياسي الذي أوجد الانتخابات بغض النظر عن طرق إجرائها وكما يقال العلة ليست في الدستور وإنما في مطبقيه وبالنظر إلى المتنافسين في الانتخابات سيجد ذات الأسماء التي سببت مأساة العراقيين فنتائجها لن تخرج عن أحزاب المالك والعامر والخزعل والصدر وما شابههم بالفساد والتبعية للخارج وحتى على مستوى البرامج الانتخابية لا جديد يذكر إما تكرار لشعارات محاربة الفساد أو اللعب على الوتر الطائفي واستدعاء التاريخ بصورة طائفية كما فعل الداعون إلى انتخاب مرشحي ميليشيا الحشد الشباب العراقي المتظاهر لا يقاطع الانتخابات اعتراضا على عدم نزاهتها أو قوانينها أو أي شيء من هذا القبيل فقط وإنما لأنه يدرك أن المشاركة بها تعد اعترافا بنظام المحاصصة الطائفية وإقرارا بشرعيتها ومن هذه النقطة تفتح الوعي الشعبي على المقاطعة الشاملة لانتخابات عام 2018 أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث عن قدرة الانتخابات القادمة فعلا على إحداث تغيير ما في العراق أو اختراق في المعادلة السياسية الطائفية القائمة في العراق ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وسيكون معنا أيضا من العاصمة القطرية الدوحة عبر اسكايب الكاتب الصحفي إياد الدليمي وأيضا معنا الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور حامد الصراف عبر اسكايب مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور الانتخابات ستجرى في عشر تشرين أول القادم هناك الحقيقة خطاب متصاعد أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة هذه الانتخابات لن تشبه الانتخابات السابقة هذه الانتخابات جاءت بواقع بمناخ مختلف ولذلك هناك فرص عديدة أن تحدث تغيير ماء في العراق تحدث تغيير ماء في المعادلة السياسية الطائفية الفاسدة هل ترى ثمت معطيات فعلا في الواقع العراقي حتى تبنى عليه كل هذه الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم بداية نحييك سيد ماجد وحيي ضيوفك الكرام الحقيقة علينا نذكر أنه خلال هذه الفترة سمعنا الكثير من التصريحات وخاصة من قبل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي يبدو متحمس جدا لتصريحات ويعني بالتعبير عن هذا الاستعراض أو لرسم ملامح هذا الاستعراض بطريقة كبيرة حيث قال قبل يومين أو ثلاثة كان يتحدث عن الانتخابات قال أنها ستسجل سابقة في النزاهة والشفافية هذه الانتخابات والسؤال الذي يطرح نفسه عندما يتحدث يعني الشخص الأول في السلطة التنفيذية أو المسؤول عن هذه الانتخابات الذي ولى نفسه قضية هذه الانتخابات بهذه الطريقة ويقول أنها ستكون سابقة في النزاهة والشفافية علينا أن نتساءل وكل يتساءل ما الذي يجعلها بهذه الشفافية وهذه النزاهة التي يتحدث عنها وفي العراق لم يتغير شيء يعني عندما تقرأ تقرير الشفافية الدولية تجد العراق في المرتبة 163 من بين 175 دولة إذن العراق ضمن الدول العشرين على الأقل والخمسطعش الأكثر فسادا في العالم عندما تجد أن السلاح ما زال منفلت وهو ما وعد بإنهاء هذا الموضوع ولم ينتهي هذا الموضوع وهذه مطالبات ثوار تشرين عندما خرجوا في تشرين أول عام 2019 قالوا هكذا قالوا نعم نريد انتخابات مبكرة لكن بشرط أنه قانون الأحزاب يتغير قانون الأحزاب هذا المجمد على الأقل هو ما يتحدث عن الشفافية والنزاهة قانون الأحزاب هذا في الفقرة الثمانية منه وهو مجمد هذا مع أنه كسيح هذا القانون قانون 36 سنة 2015 في الفقرة الثمانية منه يقول أنه كل الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة لا يحق لها المشاركة في العملية السياسية والانتخابات وكل الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات لديها أجنحة مسلحة وليقولوا لنا من ليس لديه جناحا مسلحا على الأقل غالبيتهم 95% منهم لديهم أجنحة مسلحة في نفس الوقت الفساد لم ينتهي الفساد تغولة والفساد في كل مكان وشكلوا لجنة قالوا هذه اللجنة ستقضي على الفساد من آب 2020 لحد الآن لم تنجز إلا مثل ما يقولون يدعون أنه حصلنا يعني قدرنا استطعنا أن نعيد 37 مليون يورو من مجموع هم يتحدثون أن هناك 350 مليار دولار خارج العراق مهربة فهذا المبلغ لا يساوي إلا واحد بالمئة ألف مما يدعون القضية الأخرى مثل ما تحدثنا عن الأحزاب هذه التي تمتلك أجنحة مسلحة في نفس الوقت هم يخالفون الدستور حتى دستورهم هذا الكسيح دكتور اسمح لي في قضية نقطة هذه الأجنحة المسلحة الكل لا يرى القوة العمليات السياسية لا ترى مشكلة في قضية وجود هذه الأجنحة أو التشكيلات المسلحة أولا أنه يقولون أنه طبعا هذه تشكيلات قانونية تابعة للقوات المسلحة وقال الأعرجي قبل أسبوع أن هذه التنظيمات هي من حمت كيان الدورة العراقية من الانهيار والتفتت نعم هذا الكلام يقولونه لتسويق هذه الأخطاء وتسويق هذه الكارثة التي حلت بالعراق حقيقة مجموعة من عصابات طائفية بنيت على أساس طائفي وما زالت تتغول وتكبر وتتسع وتتعمق في المجتمع وتسيطر على الدولة وتسيطر على كل شيء مؤسسات اقتصادية مؤسسات أمنية مؤسسات اجتماعية كل شيء بيدها عموما بغض النظر عن هذه المسألة في كل الدول الديمقراطية التي لديها يعني أساس راسخة الديمقراطية انظرون إلى القوات الأمنية والقوات العسكرية هل تشارك في الانتخابات أم لا تشارك إذا كانت هذه القوى الأمنية والقوى العسكرية مبنية لأجل الوطن يعني هي مملوكة للوطن مملوكة للمواطنين وليست لسلطة وليست لأحزاب تشارك وتبدي برأيها لكن كثير من الدول تمنح هذه القوى إذا كانت مملوكة لأحزاب فيها تأثيرات خاصة نحن شكلت هذه القوى الأمنية والعسكرية من قبل أحزاب وتاب على أحزاب وولاءاتها لكل هذه الأحزاب ولكل هذه ومعروفة هذه في كل الدنيا وهم يعترفون بهذه القضية وحتى مستشار الأمن القومي يعترف بهذه القضية يقول أن كل هذه الأحزاب لديها أجنحة مسلحة إذن تاب علىها تنفذ أجندتها وكل هذه الأحزاب أيضا يعترفون بشكل واضح بأنهم يعني يأتمرون بأوامر خارجية والهيران هذا واقع حال فبالتالي لدينا هذا الوضع لدينا فوضى سياسية عارمة لدينا أكثر من 230 أو أكثر من هذا العدد من الأحزاب المشاركة في هذه الانتقابة حتى الحلقة راح إن شاء الله نتحدث عن قضية تعذر أنه ليس هناك من بيئة تجعل من هذه الانتخابات مختلفة أو شفافة أو موضوعية أو نزيها أستاذ أياد الدليمي مساء الخير أولا حياك الله أستاذ ماجد أستاذ النور أهلا الحقيقة النقطة التي أشار لها دكتور رافع وهي طبعا تصريح الكاظمي من أن هذه الانتخابات ستكون شفافة ونزيها ومختلفة الحقيقة هناك من يتحدث أو أنه يحمل هذا التصريح على محمل الجد بالكلية أنه السبب العالم كله يقف خلف هذه الانتخابات هناك مئات من المراقبين الدوليين ومن دول مختلفة سترسل إلى العراق لمراقبة هذه الانتخابات العالم أيضا ما عاد يقبل بهذه المعادلة الموجودة في العراق منذ 18 عام لا بد أن تتغير هذه المعادلة الطائفية الفاسدة أيضا هناك واقع في الداخل هناك ثورة تشرين فرضت واقع مختلف يعني على الأقل جدوتها ما زالت يعني موجودة لذلك هذه الانتخابات يعني كما يقول هؤلاء ستكون فعلا مختلفة لأسباب داخلية وخارجية يعني لن نعيد ما قاله وتفضل به الدكتور رافح ولكن لنتحدث عن ما تفضلت به الآن من أن هذه الانتخابات ستكون مراقبة من قبل العالم والمجتمع الدولي وأن هذا المجتمع الدولي لم يعد راضيا على أن تسير الأمور في العراق كما صارت عليه خلال ثمانية عشر عاما من صليمة أنا إلى الآن لم نلمس أي جدية من قبل المجتمع الدولي لتغيير هذه المعادلة التي صار عليها العراق وفصلت عليها العملية السياسية منذ عام 2003 حتى اليوم أظهر المجتمع الدولي أنه داعما لهذه الحكومة والحكومات التي سبقت داعما للعملية السياسية في العراق بشكل كبير حتى ولو افترضنا أنهم سيرسلون وفود لمراقبة هذه الانتخابات التي ستجلي في العاشر من أكتوبر المقبل بالتأكيد هذه الوفود لن تكون بتلك العدد والكثافة التي سيمكنها أن تغطي كافة جغرافيا العراق ناهيك عن أن هذه الوفود ستكون وفود شكلية شهدناها في عام 2018 وحتى عام 2014 بالتالي أنا لا أعتقد أن هناك ضمانات دولية أو ضغوط دولية من أجل أن يسير العراق بمسار ديمقراطي يراد له أن يؤدي إلى تغيير واقع العملية السياسية الجارية حاليا بالنسبة للداخل العراقي فإن الضمانات التي تحدث عنها السيد مصطفى الكاظمي هو لم يحدد ما هي هذه الضمانات التي تؤدي إلى نزاهة هذه الانتخابات هو تحدث بالعموم بالتأكيد رئيس وزراء مكلب في إجراء هذه الانتخابات منذ أن قدم سلفه السيد عادل عبد المهدي استقالته إثر تظاهرات 2020 عام 2017 جاء برقبته أو بأجندته هدف رئيسي هو إجراء انتخابات مبكرة هذه الانتخابات بعدها التي ولتها تم إقرارها في العاشر من أكتوبر 2021 هو يريد أن يؤدي هذه الأمان أو هذه الرسالة على أكمل وجه بالتأكيد سيخرج علينا بتصريح كهذا أن هذه الانتخابات ستكون الأنزة في تاريخ العراق وهنا التساؤل عن هذه الانتخابات الأنزة الجميع الآن يتحدث عن عمليات شراء كبيرة جدا للبطاقات الانتخابية الجميع يتحدث وبالمكشوب عن عمليات هذه الشراء التي أدت إلى أن تصل البطاقة الانتخابية إلى 300 دولار وهناك كلام أن البطاقة ستصل إلى 500 دولار قبل يوم الانتخابات فعن أي نزاهة نتحدث؟ الجميع يتحدث عن أن هذه الأحزاب ما زالت تشتري الأصوات وما زالت تجير المناطق والدوائر الانتخابية لمصلحتها بطريقة أو بأخرى قبل أيام كان أحد التقاليل الصحفية الصادرة من بغداد تحدث عن أن أحد الكتن الانتخابية في الموصل فقط أنفقت حتى الآن 150 مليون دولار من أجل الانتخابات فعن أي نزاهة نتحدث؟ هذه 150 مليون دولار أنفقت على ماذا؟ هل أنفقت من أجل تنظيم ندوات تثقيفية لدعوة الناس الانتخابات أم أنها ذهبت لشراء ذمم وأصوات الناخبين؟ يا سيد العزيز اليوم الواقع العراقي يؤكد أن هذه المنظومة الحاكمة منذ عام 2003 وحتى اليوم هي منظومة استفحلت وتغولت وتحولت إلى جزء كبير من عملها إلى منظومة فاسدة الكثير من الأموال التي تجبى من هنا وهناك من خلال هذه المنظومة تتحول إلى صناديق الاقتراع بطريقة أو بأخرى بالتالي نزاهة الانتخابات من عدمه يجب أن يكون محكوماً بمثل هذه النقاط اليوم نتحدث كما تفضل قبل قليل الدكتور رافع عن السلاح الذي كان يجب أن يكون أحد مطالب تشرين في أن يكون محصوراً بيد الدولة من أجل إجراء انتخابات نزيهة هل هذا السلاح اليوم محصوراً بيد الدولة أم أن الدولة محصورة بيد السلاح المنفلد؟ بالتالي نحن أمام معادلة ومعادلة عقيمة طبعاً من حق الناخبين من حق الكتل الانتخابية من حق رئيس الوزراء أن يتحدثون بوردية عن هذه الانتخابات هذا شأنهم كما في كل انتخابات تجري كل انتخابات تجري منذ عام 2005 وحتى اليوم يعني يعدونها انتخابات مفصلية انتخابات تاريخية وأن العراق سيكون مقبل على مرحلة مفصلية في تاريخه الحديث وأن هذه الانتخابات ستؤدي وستؤدي وستؤدي ولكننا كما في كل مرة يعني كما يقال بالمثل العراقي نفس الطاس ونفس الحمان لا شيء يتغير لأن هذه الأحزاب هي ذاتها التي يعني استحكمت وحكمت على رقاب البلاد والعباد منذ 2003 حتى اليوم تحاول من فترة إلى أخرى من انتخابات إلى أخرى أن تغير في بعض ملامحيها في بعض جلدها ولكنها تبقى هي هي اليوم نحن نتحدث عن يعني ثوابت صارت في العملية السياسية مع كل انتخابات هناك اليوم تيار لمقتدى الصدر هناك تيار للعمار الحكيم هناك تيار للنور المالكي هناك تيار للميليشيات والحشد هناك تيارات سنية برزت يعني تغير جلدها من وقت إلى آخر نتحدث اليوم عن تيار عزم تيار تقدم ولكن بالمجمل هي كلها تيارات راسقة في العملية السياسية بالتالي هل يعقل أن ترتجي يعني من شيء أنت جربته لمدة 18 عاما وأثبت فشله هل يعقل أن ترتجي من هؤلاء أن يقودون البلد إلى تغيير واقع حال بعد انتخابات يقولون عنها تمات في كل مرة مفصلية وتاريخية أنا أعتقد أن الشعب العراقي صار أوعى الشعب العراقي صار مدرك هذه على قضية الشعب العراقي صار أوعى أن نحيلها لأضيفنا الدكتور حامد الصراف دكتور مساء الخير أهلا وسهلا مساء النور عليكم جميعا دكتور هذه طروحات الحكومة أو حديث عن أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة هذه الانتخابات ستكون شفافة نزيهة موضوعية ليست كسابقاتها تعتقد أن مثل هذه الطروحات تجد آذان صاغية أو تفاعل من المجتمع معها والحقيقة يحملها على محمل الجد لحث المجتمع حث الناس على الاشتراك في الانتخابات والمشاركة فيها في البداية شكرا جزيلا أستاذ ماجد على استضافة تحية لكم لضيفيك الكريمين والجمهوركم الكريم الحقيقة هذه الانتخابات إن اختلفت عن السابق فهي ستكون أسوأ وأخطر من الانتخابات السابقات لسببين؟ السبب الأول هو داخلي والسبب الثاني إقليمي دولي والإقليمي الدولي معناها أنه أضيف إلى الآن عامل مهم جدا لابد أن يحسم بعد الانتخابات هو الصراع الإقليمي الدولي بين أمريكا والغرب وإسرائيل من جهة وإيران والصين وروسيا لحد ما من جهة أخرى الحقيقة الأطراف كلها الإقليمية والدولية تعتبر هذه الانتخابات معركتها الحالية يعني إذا نطينا حق العامل المحلي العراقي وإحنا أضيفيك الكريمين أشاروا إلى هذه القضية فقط أن أشير إلى قضية دستورية أشار إلها دكتور رافع وأعتقد أعلق عليها أيضا أستاذ عياد هي قضية أنه الميليشيات ودورها بالانتخابات المادة تسعة جيم من الدستور العراقي يمنع منع باتن لأي عسكري حتى ولو كان بالقوات المسلحة النظامية أن يرشح أو يحشد لانتخاب شخص آخر يعني بشكل غير مباشر أنه أن يتدخل بالعملية الانتخابية أو العمل السياسي باعتباره عسكري والقوات المسلحة هي الحقيقة سور الوطن وهي ملك لكل الشعب بغض النظر عن النظام أو الحكومة التي تأتي فما بالك إذا كانت ميليشيات خارج إطار الدولة وتشتغل بالسياسة والسيطر وليست بجديد القضية يعني هما الآن موجودين في مجلس النوابي هيمنون على مجلس النواب وفي الحكومة هما يشكلون الحكومة وحكومة الكاظوي واللي سبقتها كلها هي حكومات الحقيقة دعنا قاطعك الموجودين في البرلمان واللي عندهم أجنحة مسلحة أو ميليشيات هذه الميليشيات لا يعتبروها أن خارج إطار الدولة هؤلاء الموجودون في البرلمان يمثلون الميليشيات المنضوية في إطار ميليشيا الحشد التي هي تشكيل عسكري يتبع القائد العام للقوات المسلحة على غرار الجيش والشرطة والشرطة الاتحادية وغيرها من التشكيلات الموجودة هذا كلام حتى ولو صح التبرير لهم حجتهم لكن أنا قلت قلت أن القوات المسلحة تمنع القوات المسلحة النظامية تمنع حتى بالمشاركة وهناك دول أشار إلى الدكتور رافع أن هناك دول تمنع القوات المسلحة من إدلابيا وصحاتها المشاركة بالانتخابات يعني التوصويت الخاصة فما بالك أنا لما أقول المشاركة معناها أنه بغض النظر أنه تكون قانونية مشارعنة غير مشارعنة هذه البليشيات حشد شعبي غيرها يمنع عليها أن تدخل بالعملية السياسية من باب الترشح والانتخاب وغيرها والتحشيد هذه قضية منتهية لأنه دولة حملت سلاح وحملت السلاح لا يمكن أن يعملون بإطار المنافسة السياسية التي هي بانتخابات أو منافسة على مجلس نواب أو مجالس بلدية ومجالس المدينة وغيرها هذه قضية محافظات أو غيرها هذه مسألة منتهية أنا أعود للعامل المهم الآخر الآن الجديد في العملية أستاذ ماجد العامل الجديد الأخطر هو الآن التحدي الكبير بين إيران وأمريكا إيران بعد فوز الحرس التوري بكل السلطات يعني صعود إبراهيم رئيسي للسلطة الآن يريدون أن يعملون هذه التجربة على العراق وأنا سمعت في أكثر من مصدر من داخل إيران من طهران نفسه أن هناك تهديدات من قبل الحرس التوري لزعامات البديشيات الولائية والحشد من أنه لا تفوت هذه الفرصة أن تستحكمون على كل مفاصل الدولة العراقية دون استثناء يعني معناها أن هناك الحقيقة حسم يجب أن يكون هناك تكرار لنسخة الحرس التوري في العراق وهذه طبعا قضية ولائية يعني لا يمكن التهاوم فيها طبعا أمريكا هذه القضية أيضا تعتبر خسارة كبيرة لذلك العامل الدولي والإقليمي اللي أشرت إليه اللي هو أخطر الآن أنه الساحة العراقية والانتخابات بالذات ستكون مفصل محوري بالعملية دكتور استنادا إلى هذه المعلومات عن قضية طلب الحرس الثوري من الميليشيات الهيمنة على مفاصل الدولة العراقية الانتخابات القادمة هل تعتقد أنها ستيسر هذا الأمر استحواذ الحرس الوطني على العراق أم أنها ستمنع هذه الرغبة أو الخطوة الإيرانية هذا السؤال المهم جوهري الحقيقة هو يعتمد على الحراك الآن الشعبي يعني استكمال تفضلت بأيضا مقدمتك والتقرير أشعر إلى أنه جذوة الثورة ما زالت متقدة في نفوس العراقيين ما زالت تشرين يعني مثل ما يقولون تتمرن من جديد على البدء بالذكرى خصوصا الأبواب الذكرى الثانية للاحتفال على القريبة على الأبواب مثل ما يقولون يعني بالنسبة أننا إحنا كثوار تشرين الآن متهئ مهيئين لأن 1 أكتوبر تكون مناسبة جيدة أن يخرجون للاحتجاجات ولإحياء الذكرى وأيضا للتهيئة لمقاطعة الانتخابات لا انتخابات لا مشاركة في الانتخابات أنصيان مدني مثل ما يقال أيضا يعني مضطر نتوقف عنده فاصل اللي حون عليه على فاصل خلينا نروح فاصل وإن شاء الله بعد الفاصل نكمل هذه النقاط معك ومع بقية الضيوف الكرام مشاهد الكرام توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش فابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نايل سات اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في قدرة الانتخابات القادمة على إحداث تغيير في العراق أو اختراق في المعادلة السياسية الطائفية القائمة حاليا في العراق ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي والأستاذ أياد اليمي والدكتور حامد الصرة دكتور رافع هذه البيئة تحدثنا عن جزء الحقيقة من البيئة الموجودة الآن في العراق إلى هذا الحد أنها غير صالحة تماما هذه البيئة مسمومة فعلا بحيث أنه لن تجري فيها انتخابات ولو بالحد الأدنى من النزاهة والشفافية الوضع الآن في العراق ليس كما كان سابقا تحدثنا عن واقع أقليمي جديد عن واقع دولي جديد عن واقع داخلي أيضا في قضية ثورة تشرين الطبقة السياسية قد لا تجروا على يعادت نفس قواعد اللعبة أو السير عليها على الأقل يعني بهذه الفجاجة التي كانت موجودة سابقا البيئة ربما هناك ميتحدث البيئة مختلفة إلى حد ما ليس اختلافا جذريا أستاذ ما أجد البيئة مختلفة شعبيا لكن البيئة والتفكير الحكومي الحاكم للعراق السلطوي هو هو الشعبيا عامل قوي جدا وبيئة قوية جدا بالنسبة للطبقة الحاكمة لا تعني شيء لديها ميليشيات وتقتل وتذبح وثورة تشرين خير مثال ألف شهيد وأكثر من ثلاثين ألف جريح والاختيالات مستمرة والناشطين يطاردون وقضية غير شكلوا اتهموا أبناء السفارات وغيرهم هذا الحديث الفج الذي سمعناه المشكلة في كل القضية الآن يعني ربما أستاذ أياد وضح بعض النقاط المهمة جدا وهي المؤشر نحن نتحدث يعني تحدثون عن نزاهة شفافية نسأل نفسنا من أين يبدأ خط الشروع لهذه النزاهة والشفافية يعني يقولون الأمم المتحدة هذه التي تدعي وتدعو العراقيين لا أعرف لماذا يعني هي طرف وكأنه حكومة تدعو العراقيين لذهاب إلى الانتخابات لأنه انتخبوا العراق بهذه الطريقة وشفافية ونزاهة ورح نجيب ثمانين ما أعرف مراقب والجامعة العربية أنا أقول وأمريكا تبرعت مع خمس ملايين دولار نعم خلي مو يجيبون ثمانين خلي يجيبون ثمانمائة ألف خلي يجيبون ثمان ملايين مراقب مو هي القضية لأنه خط الشروع للنزاهة والشفافية من أين يبدأ هل يبدأ مثلما تتحدث بالإسخارت وتحدث مصطفى الكاظمي أنه نمنع إدخال الموبايل إلى قاعة الجسمة وما أعرف شنو ونضبط محد هي القضية في غرفة التصويت هي النزاهة والشفافية هنا تضمنها أنت الشفافية والنزاهة قبل هذا الخط مال الشروع بكثير عندما يصرف هذا المال أستاذ ياد أشار إليه التقارير تحدث في الموصر فقط 150 مليون دولار وين صرفت وأنا أتحدث ربما عن أكثر من مليار دولار لحد الآن صرفت في أغاني وأناشيد ودعايات وحتى الأمم المتحدة هذه اللوحات الكبيرة وهذه المطبوعات الملونة التي تدعو بها هذه كلها أموال بالدولار بالعملة الصعبة تصرف في وقت نحن في بلد أكثر من 12 مليون عراقي تحت قط الفقر يقلون من المزابل أزمة اقتصادية وبطالة وعطالة بغض النظر عن هذه المسألة لكن أنت النزاهة والشفافية تبدأ من هنا إذا أنت اشتريت الأصوات من سيدخل نعم سيدلي بصوته مثل ما تريد لن يخالف لكن لمن سيدلي بصوته ما هي نفس الأحزاب التي شاركت في عام 2005 ونفس القوى التي شاركت في عام 2005 لحد الآن والتي شاركت في 2018 والتي خرجوا عليها شباب تشرين وطالبوا بإزاحة كل الأحزاب وإزاحة العملية السياسية وإسقاط العملية السياسية هم نفسهم الآن هذه الانتخابات محاولة للحفاظ على العملية السياسية هناك في نقطة هناك من يتحدث أن هذه الانتخابات الحقيقة فيها تيارات وقوائم شبابية لا علاقة لها بالتيارات القديمة ولذلك هناك الأمل معقود أو الرهان على هذه التيارات الشبابية أن تكون مختلفة وتحدث شيء مختلف في الانتخابات أولا هذه التيارات الشبابية الموجودة في الانتخابات يعني مع احترامي لكل الموجودين يعني من حدثك لا أعرف شلون يعني بما لا يعقل وصدقت فلا عقل لك كما يقول حشاك يعني أنا لا أقصد نعم لكن أن يأتي هؤلاء الشباب لينافسوا هذه الميليشيات بهذه الطريقة وهم أعداد قليلة هؤلاء الحقيقة واجهات لهذه القوى نفسه التي تشارك بالانتخابات أما الشباب الحقيقي الشباب اللي رافض العملية السياسية والأحزابه لا يمكن أن يشارك لأنه ما الذي يتغير السلاح هو هو القتل هو هو الميليشيات هي هي العملية السياسية الطائفية بتوزيعاتها ومعاصصاتها هي هي الفساد نفسه هو الخراب الاقتصادي والخراب الاجتماعي والخراب العلمي والأخلاقي وكل شيء منهار هو هو إذن ما الذي يتغير فلذلك لن يشاركوا لكن أريد أن أقول يعني إذا كانت كل هذه القياسات كما يبدو للنزاهة وخطوط الشروع تبدأ من بعيدا عن غرفة التصويت هي مو قضية غرفة التصويت قضية قبل غرفة التصويت هناك مؤسسة مؤسسة اسمها مؤسسة الفساد الكل يخدمها وهي تخدم الكل من هذه القوى والأحزاب وهذه نفسها الأحزاب والقوى هي نفسها المشاركة ونفسها اللي خرجوا عليها الشباب طالبوا بزاحتها فما الذي يتغير إذن كل هذه القوى الآن أسماء ميليشياوية اللي قتلت الشباب هي مرشحة لأن تأخذ وضحها فبالتالي أنت حتى لو جئنا ولنفترض الكلام صحيح وجاءوا الشباب ما الذي سيفعلونه إذا كان الإطار الحاكم هو إطار محكم من قبل الميليشيات والعصابات وإيران وقوى خارجية ما الذي يمكن أن تعلم يعني أن تأتي بوزير ولنعطي مثالا تأتي بوزير نزيه وكل من يحيط به كل أدواته فاسدة وكل المشاريع كل الاستثمار كل الميزانية المخصصة لا تسوي شيئا ولا تقبل بمشاريع تخدم الناس كيف يمكن أن يخدم الناس فبالتالي سيفشل إما سينضم إليهم ويكون فاسدا أو يغادر وهذا ما حصل مثلا وزير الصحة عندما جاءوا بهذا الرجل الاختصاص خرجه قال هذا الفساد لا استطيع أن نتعامل معه وهكذا هذا الحقيقة وهذا النموذج واحد طبعا طوال ساطعة سنة حدثت لكن الباقين كلهم قابلوا بهذا الفساد واستفادوا من عدوه فبالتالي هذه المؤسسة مؤسسة الفساد هي العاملة هي والنزاهة والشفافية مخترقة ومنتهي ومداس عليها بالأحذية قبل خط الشروع هذا الذي يذهبون به إلى غرفة الاقتراع أستاذ ياد ديليمي أيضا على الضفة الأخرى أو على الزاوية الأخرى أو البعد الآخر من هذا المشهد في العراق هناك أيضا من يحمل المقاطعة الشعبية والذين يتبنون هذا الخيار والذين يحرضون عليه والذين يدعون الناس إلى مقاطعة الانتخابات أنهم يتحملون جزء من المسؤولية من مسؤولية هذا الواقع المزري أو هذا الترد الموجود في العراق لأنهم بهذا الخيار بين قوسين العبثي إنما يفسحون المجال للميليشيات للتغول أكثر ولمافيات الفساد هم سلبيون بهذه المقاطعة وليس إيجابيين يعني هذه المقاطعة مقاطعتهم بلا رؤية سياسية للحل أو الإنقاذ طيب لنكون إيجابيين وندعو الناس للذهاب إلى صناديق الابتراع يوم 10 أكتوبر والتصويت بكثاثة ومن أجل تغيير الوجوه الفاسدة كما يدعون ما الذي سيحصل هذا السيناول جربناه عام 2010 في انتخابات عام 2010 ذهب العراقيون للتصويت بكثاثة أظهرت نتائج الانتخابات أن هناك قائمة التي هي قائمة القائمة العراقية حصلت على نسبة التصويت ما الذي حصل بعد ذلك تم الالتفاق عن الانتخابات بقرار من المحكمة السورية آنذاك وتحويل الفوز إلى خسارة لهذه القائمة الفائزة ومن ثم يعني جرى ما جرى بالتالي من المسؤول عن ذلك هل الناس الذين ذهبوا وصوتوا بكثافة من نجل تغيير واقع الحال كما كانوا يعني يحثون الناس على ذلك أم أن هناك منظومة فساد أكبر من حتى أصوات الناس بالتالي اليوم الناس يعني لم تعد بحاجة إلى من يحرضهم على المقاطعة في عام 2018 سجلت نسبة التصويت أدنى نسبة التصويت في الانتخابات التي تجرت في العراق منذ عام 2005 النسبة لم تتجاوز الـ 18% من الذي حرضهم؟ القوة التي تدعو لمقاطعة الانتخابات هي بالعادة يعني قوة تعمل بفردية يعني أشخاص مؤثرين كتاب صحفيين ربما بعض الجهات الرافضة للعملية السياسية منذ عام 2003 يعني لا تعد شيء أمام هذه المنظومة الإعلامية الضخمة التي تملكها أسمعني أستاذ آياد خليني أتوقف فيك على قضية هذا المثل انتخابات 2010 يعني قد يرد عليك الشخص يسمعك الآن يقول يا أخي لا تجعلوا من هذه القضية عقدة تاريخية ما جرى في 2010 ليس بالضرورة أن يتكرر أيضا في سنوات لاحقة هناك الكثير من الأمور قد تغيرت في العراق رمال تحركت ومياه قد جرت والحقيقة واقع داخلي تغير وواقع خارجي تغير ما جرى في 2010 الحقيقة ظروف الظروف الحالية ليست كالظروف التي جرت عام 2010 يعني هي ليس من باب العقدة التاريخية هو فقط من باب الاستشهاد وضرب الأمثال اليوم الواقع يعني حقيقة اليوم الواقع أسوأ مما كان عليه في العام 2010 اليوم الميليشيات تغولت بشكل أكبر المال الفاسد بات متحكما بمشهد العملية السياسية بشكل يعني فجوة وصارخ لذلك كنت أتحدث عن عملية المقاطعة الناس الشعب العراقي اليوم يعني يمتلك من الوعي يعني شيء الكثير لذلك هذا الشعب عام 2018 عاقب هذه الأحزاب كلها ولم يخرج للتصويت بكثافة كما كانوا ينتظرون منه ونسبة التصويت يعني كانت واطئة جدا يعني نحن نتحدث عن 18 إلى 20% بالتالي الأصل أن هذه الحكومة بتصويت مثل هذا أو هذا النظام السياسي قد فقد شرعيته وشاهدنا ما جرى بعد هذه الانتخابات بنحو العام والنصف العام من مظاهرات التشرين التي انطلقت في عام 2019 التي كانت فعلا قاصمة الظهر لهذه العملية السياسية ما الذي جرى بعد ذلك نحن نتحدث لا نريد أن ندعو الناس المقاطعة الناس اليوم هي من تدعو فيما بين هذه المقاطعة يدخل على الصفحات الشخصية وصفحات الكثيرة على الرسالة التواصل الاجتماعي بعراقيين موجودين في مختلف المدن العراقية كلهم يتحدثون عن أننا لن نذهب لهذه الانتخابات ببساطة جدا لأنها لن تؤدي إلى أي تغيير ملموس لمسناه عام 2018 وقام 2014 وعام 2010 وحتى قبل ذلك لا تغيير لواقع الحال سواء ذهبنا لهذه الانتخابات أم لم نذهب اليوم يعني البعض يتحدث اليوم حتى عن توزيع مقاعد البرلمان ولكل كتلة كم ستأخذنا المقاعد مع نسبتها مش بسيط جدا يعني الخطأ ليس استطلاعات رأيي وإنما يعني استطلاعات مال اليوم المال السياسي اشترى حتى المقاعد البرلمانية وزعت هذه المناصب والمقاعد ما بين الكتلة التي يعني تقدمت نحن نتحدث عن مال سياسي ينفق بسخاء جدا ربما لا أعتقد أن هناك لا دولة عربية ولا حتى دولة أوروبية تجري فيها انتخابات ينفق فيها المال بسخاء كما ينفق في العراق السؤال الآن من أين تأتي هذه الأحزاب بهذه الأموال هذه الأحزاب تعتاش على الفساد الذي هي من زرعته ووصلته إلى مرحلة متقدمة جدا جعلت من العراق واحد من أفسد دول العالم هذه الأحزاب تعتاش على هذا المال الذي تمتصه من جسد المواطن العراقي ثم لتقوم بتنوير حملاتها الانتخابية ثم لتعود مرة أخرى للواجهة وهكذا دولك بالتالي موضوع المقاطعة هو ليس دعوة من جهات سياسية معارضة تقيم خارج العراق لتدعو العراقين للمقاطعة اليوم الشعب العراقي هو من يدعو للمقاطعة الشعب العراقي هو الذي لم يعد يؤمن بهذه العملية السياسية لو أنه كان يؤمن بهذه العملية السياسية لما خرجت تظاهرات مشرين هذه التظاهرات التي لو قيضة لها أن تستمر لو تركت هذه السلطة التي تدعو الديمقاطية وأنها جاءت بأصوات الشعب لو ترك إلى هذا الشعب في تظاهرات مشرين أن يعبر عن رأيه بحقيقية ودون قتل وترويع واعتقال واكتيال وتهجير لشاهدنا كل المدن العراقية تنتفض وتخرج عن بكرة أبيها للانقباض على هذا النظام السياسي والعملية السياسية دكتور حامد أيضا في نفس النقطة المقاطعون تحملون مسؤولية في الدعوة للمقاطعة على قدم الوسوات ربما مع الطبقة السياسية التي تشارك في الانتخابات أو قواعدها الذين يشاركون في الانتخابات وأيضا يدفعون بهذه الأحزاب مرة ثانية إلى المشهد في العراق ما رأيك؟ الحقيقة إذا كانت هناك سلبية يتحملها المقاطعون في الانتخابات السابقة والتي سبقتها ومجمل العملية السياسية فمن باب أنه لم يجدوا البديل العملي لهذا النظام ففعلا هم مقاطع هذا عمل يحسب لهم أنه نحن أعلننا بأن هذه العملية السياسية والانتخابات لا تمثلنا لكنه من جاء بالبديل الحقيقة هم ثوار تشرين هذا بتوقعك المقاطعة تأثير المقاطعة على النظام على العملية الانتخابية على العملية السياسية ما هو تأثيرها؟ هل يؤثر بين قوسين على شرعيتها؟ هل يقنع العالم أن الشعب العراقي يرفض هذه العملية السياسية وبالتالي سيقتنع لن يتعامل معها لن يدعمها؟ أنا أقول لك أستاذ ماجد المقاطعة التي كانت في الانتخابات السابقة في آيار 2018 والتي سبقتها كانت غير منظمة بمعنى التنظيم الذي فعلا يوجه العمل الاحتجاجي بطريقة المقاطعة أو الرفض نحن نسميه مقاطعة بالحقيقة الآن أصبحت عملية رفض رفض كامل المقاطعة ممكن العودة عن المقاطعة أو العزوف لا الآن أصبحت عملية رفض والرفض الحقيقة تجسد الآن بصرخة عراقيين للتغيير هناك حملة حملة كبيرة جدا رح تبتدأ أيضا في يوم 1 أكتوبر في 17 عاصمة يعني أوروبية وعالمية أنه يكون هناك وقفة احتجاجية لرفض العملية السياسية والانتخابات بجملة وتفصيلا لذلك هذه وحدة الثانية بالعراق في داخل العراق مختلف المدن الآن هناك أيضا صرخة صرخة لا للانتخابات صرخة عراقيين للتغيير هذه عملية أيضا منظمة الآن الطابع التنظيمي أخذ مداهل المعقول الآن في هذه الانتخابات لذلك أنا أجد الآن أنه من المناسب أن نوجه حتى الإعلام أن يكون هناك فعلا رصد حقيقي لكل تحركات الشعب العراقي وعكسها إلى الرأي العام الدولي أنا طبعا ما أعول على أن يكون هناك رد فعل أد الأمم المتحدة أو بلاس خارت أو أميركا أو غيرها لكن هذه تحسب لتاريخ الشعب العراقي تحسب لأنه إحنا حاولنا كثوار تشرين أن نسقط هذا النظام لكنه المؤامرة الدولية الإقليمية حالة دون ذلك إحنا مولي أنه عجزنا لا بالعكس الأميركان والإيرانيين اتفقوا على أن هذا النظام يبقى حتى ولو كان يحتاج إلى ترقيعات إلى تربيمات أن يبقى هذا النظام لأنه يستوفي شروط البقاء لإجراء عملية استكمال لصراحهم الإقليمي إلى أن تحدث المفاجأة في مفاوضات فيينا حول الملف النووي وغيرها لكن أنا أقول شيء مهم جدا الآن أنه لو سجلنا هذا للتأريخ وللأحداث أنا أعتقد التغيير سيكون من الداخل لا تعويل على الخارج إنما الشعب العراقي قادر بنفسه أن يقلع هؤلاء من جذورهم لأنه أنت تخيل إذا كان الشباب في يوم عشرة في يوم الاقتراع يضربون يعتصمون في بيوتهم أو يخرجون في مناطق سكناهم يتبادلون الحديث ويقطعون الطرق يجلسون على الأرض دون حراك ومن ثم قطع الطرق معناته أنه لا ذهاب إلى مراكز الاقتراع مراكز الاقتراع في العراق أكثر من 80 ألف مركز في كيف تغطيتها كيف يحموها هذا النظام غير قادر إلا إذا بسلاح الميليشيات وهنا تقع الكارثة هنا تقع المقتل لذلك أنا أقول بملء الفم أنه الاعتصام القادر هذه نقطة مهمة أيضا تتعلق بالمقاطعون ورؤيتهم دكتور رافع يعني هناك أيضا من اتهام للمقاطعين أنه هذه المقاطعة عبثية بلا رؤية سياسية بلا رؤية للحل يعني حل واقعي وجدري ولذلك الحقيقة الناس لم تجد عند المقاطعين عند القوى الوطنية مسار للحل ولذلك مضطرة أن تذهب إلى الانتخابات البعض يعني لعله يكون تغيير ما في العملية في الواقع في العراق هل فعلا القضية تسيير عبثية عدمية بدون رؤية للحل رؤية سياسية واقعية لا بدنا أستاذ ماجه حتى ثوار تشرين عندما خرجوا لم يخرجوا عبثا ولم يخرجوا بدون رؤية الرؤية واضحة الذين يطالبون نريد وطن بشعارات يرفعون إسقاط العملية السياسية إسقاط كل الأحزاب إيقاف الفساد هذا كل رؤية واضحة ما الذي يريدونه يريدون بلد يحترم القانون يريدون عملية سياسية وطنية يريدون ارتباط بالخارج ارتباط طبيعي وليس تبعية هكذا كانوا يريدون لديهم مشروع لكن المشروع أجهض بهذا القتل والذبح والميليشيات لكن الرؤية هذه الشعب كلها يعرفت يعني في يعني في بداية تشرين الحقيقة وكنا نعرف أن الشعب ترى كله كان مؤيد لثوار تشرين كان كله مع ثوار تشرين وساحات ساحات التحرير وساحات كل الاعتصامات كانت تزار من كل حتى من العوال حتى من الأطفال كانوا يزورون هذا ماذا يعني يعني الشعب مؤمن بهذه القوى الشابة مؤمن بأن لها رؤية حقيقية في بناء العراق فبالتالي لديهم رؤية ليس عبثيا عندما قاطعوا 82% ربما لم يكونوا منظمين لكن نفسها أعطت رسالة واضحة عدم شرعية زوروا مع ذلك زوروا لم يقولوا 18% قالوا 47% وسيزورون في هذه الانتخابات ويقولون النسبة غير حقيقية أنا أعتقد أن المقاطعة ستكون أعلى من 82% بكثير 10% المشاركة توقع أنه 10% ربما ومن سيذهبوا للانتخابات هي القوى التي تابعة لهذه الأحزاب وليهذه القوى فقط هذه المجندة التي لديها أجندة خاصة بهذه الأحزاب ستذهب الانتخابات أما الشعب وهذه رسالة للعالم والأمم المتحدة وبالتالي التغيير نعم داخلي هذه القوى ليست معنية بالعراق ليست لا تريد لشعب العراق أي مصلحة هي تريد أن تتعامل مع سلطة تقصد الأقليم والمجتمع الدولي نعم كل الأقليم وكل المجتمع الدولي وأمريكا والأمم المتحدة لا يريدون أن التعاون مع سلطة تستطيع ربط العراقيين وتستطيع مهما كان ميليشيات غير ميليشيات طائفية خراب فساد اقتصادي لديهم مصالح ولديهم وهدوء على الحدود وخلص تنتهي القضية وريدون أن يخرجوا من هذا وجع الرأس الذي يسمى العراق ينتهوا من هذه القضية لكن هذه لن تنتهي لأن في شعب في العراق يعني انفجر البركان من عام 2003 لحد دلان وخرج حماما ولن تنتهي هذه وعلى ذكر المركار والحمام دكتور اسمالي أشكرك آلي أشكرك بقعدنا دقيقتيا خلينا نحولها إلى ضيفنا أياد دليمي أستاذ أياد يعني هناك التوقعات تتحدث عن مشاركة ما تتجاوز 10% في الانتخابات يعني هذه التوقعات يعني كيف يمكن تخيل المشهد في العراق بعد إجراء الانتخابات بهذه النسبة المتدنية من المشاركة هل الوضع سيسير بهذه الرتابة الموجودة هل سنعود إلى مشهد التصادم الشعبي مع قوى السلطة يعني كما قال دكتور رافع قبل قليل يعني هذه النسبة لن نسمحها من الإعلام الرسمي أو الإعلام الموالي لهذه الحكومة وهذا النظام سيتحدثون عن نسبة 30 و35 وربما حتى 40% بالتأكيد في حال كانت النسبة من خفضة 10% أو أكثر بقليل يعني هو يعني عبارة عن عملية معاقبة شعبية لهذا النظام كيف سيتصير العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات عام 2010 أنا أعتقد أن الأمور ستفعل كما هي عليه لكن سنصل للحظة يعني لا بد أنها ستأتي ولا بد أنها ستكون يعني قادمة وربما قريبة وقريبة جدا سنصل إلى لحظة الصدام الشعبي مع هذا النظام نعم حصل في أكتوبر عام 2019 هذا الصدام ولكنه ربما لم يكن كافيا لإحداث الزعزعة النهائية لهذا النظام لذلك أنا أعتقد أن الشعب سيصل للحظة معينة لن ينتظر على هذا النظام والعملية السياسية طويلا وستحصل المواجهة يعني عاجلا أم عاجلا الشعب العراقي أكد أكثر من مرة أنه غير راغب ورافق في هذه العملية السياسية بأكثر من مناسبة وكثر من طريقة لكن مرحلة الصدام ربما أجلت لأسباب كثيرة جدا بعضها يتعلق بالداخل العراقي وبعضها يتعلق بالخارج ولكن لا بد أنها ستكون قادمة شكرا لضيفنا من الدوحة عبر سكايب الأستاذ الدليمي الكاتب الصحفي العراقي وشكرا لضيفنا دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وكما نشكر ضيفنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف عبر سكايب في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار لم يتبقى لنا نشكر أيضا للمشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة